جهة التي تدع لنا الكمية التي انتعناها الكبيرة تعتبر المكان سهي الأخرى مصدر رزق المكفوفين إلى زمن قريب هي أيضا ليست في منأة الإهمال لاعتماد الاستيراد فيها مما يجعل إنتاجها اليدوي تعترضه ممهيلات عبر مسار طرحها للمستهلك حفاظا على صناعة الغربال يدويا والمكانس وإنتاج العسل المحلي يؤكد المنتجين على ضرورة وضع استراتيجية حكومية عاجلة بدل إهمالها بعد تحرير قطاع نقل البحر للأجانب سنة 1998 أصبحت اليوم الموانئ الجزائرية تعيش تحت رحمة شركات الشحن البحري ومجهزية السفن الأجانب بنسبة 97% حيث أصبح المستثمرون المحليون مهمشون في ظل احتكار الشركات الأجنبية على هذا القطاع المزيد في تقرير ياسيما بسي في ظل عجز الموانئ الجزائرية على استعاب كل البضائع المستوردة جراء ترد حالتها تسيطر شركات الشحن البحرية الأجنبية على 97% من خدمات الشحن بالجزائر وهو ما يكبد الخزينة العمومية خصائر بملايير الدولارات وهذا منذ التحرير العشوائي للقطاع للأجانب سنة 1998 عنا موانئ ضعيفة جدا كل سنة ندفع مليارين للبواخر الأجنبية ونحن كنا قادرين بهذا المليارين دولار نديره مأجوز ولا ثلاث موانئ ونحلو المشكلة ونزيد المؤسسة لكنان كانت عندنا مؤسسة ولكن ما احتفظناش بها ما وضعناش فيها الميكانيزمات التسييرية الأساسية والاستثمارات الأساسية باش تتجند وكنا ربما نخليه الخواص أيضا تستثمر في هذا الجانب هذا ولا يتعدى عدد سفن الشحن البحري المملوك للجزائر حاليا أربع سفن ما يمثل واحد فاصل خمسة بالمئة من إجمالي واردات الجزائر السنوية في حين جل المستثمرين المحليين مهمشين في ظل سيطرة الأجانب عليه وضعنا برنامج باش كمرحلة أولى على الأقل ثلاثين في المئة من الخدمات ومن عملية الشحن ستقوم بها شركة جزائرية ولو في إطار كمرحلة أولى جزائرية مع شركة مختلطة لأن الرقم الحالي اليوم لثلاثة في المئة هو رقم ضعيف ورقم الجزائر قادرة تربح كثير من خلال هذه العمليات لأنها عملية مربحة وأمام هذه الوضعية التي تعيشها عملية الشحن بالموانئ الجزائرية أصبح من الضرورية تدخل العاجل السلطات المعنية قصد تصليح الأوضاع وتدارك الأمور قبل استفحال المشكلة ليصبح خارج نطاق السيطرة النقل بمجالاته سواء البري البحري أو الجوي هو وجهة أي دولة باعتبار أن تطوره يكمن في تطور هذه الأخيرة لذا تعتزم وزارة النقل بتكوين مختصين في المجال مواكبة التطور الذي تشهده الدول المتقدمة المزيد مع أمينة شابوني في إطار تحسين خدمات النقل إلى جانب تثمين الشهادة في مجالات التخصصات وترتيبات وإجراءات جديدة اتخذتها وزارة النقل تهدف إلى تكوين إطارات تواكب التطور الذي تعرفه أغلب الدول فابتداء من هذا الموسم سيكون الالتحاق بالمعاهد العليا الخاصة بسكك الحديدية عن طريق إجراء المسابقة ويشترط أن يحوز المكون على البكالوريا وسنتين الدراسة في الجامعة ليقبل في المسابقة كما أنه سيتم إدراج تخصصات في مجالات حساسة إلى جانب أن المذكرة ستنجز بطريقة تطبيقية وليست نظرية كما جرت عليه العادة كما سيحصل المتربس على ملحة خاصة ابتداء من السنة الرابعة ليتوجى ذلك بتوظيفه قبل تخرجه وهذا في السنة الخامسة تأطير القطاع من خلال التكوين النوعي على كل مستويات تكوين على مستوى عاملة مؤهلة في النقل تكوين على مستوى تقنيين في النقل تكوين على مستوى تقنيين سامين في النقل تكوين على مستوى مهندسين في النقل تكوين على مستوى الماستر والماجستر في النقل وتكوين على مستوى الدكتورة في النقل من خلال الهيئات الموجودة اللي اخذنا قرار بشرقيها الى هيئات او مدارس وطنية كبرى تستوعب حاجية النقل وكذلك قلنا التكوين لازم يمس كل فضاءات النقل التكوين العادي التكوين المتوسط والتكوين العالي لازم يمس فضاء النقل الجوي فضاء النقل البحري وفضاء النقل البري المهم ان عادة تعميم قد ول وسيعرف مجال النقل متخصصين بمستويات عالية قصد ترقية هذا المجال الذي يعد واجهة اي دولة دائما في شن الاقتصادي وفي لقاء ثنائي جمع بين وزير الفلاحة الجزائري عبدالوهاب نوري ونظيره تونسي محمد بن سالم تمحور حول افاق التعاون الفلاحي بين البلدين اكد فيه الوزير والجزائري على ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي في المنطقة خصوصا مع تونس التفاصيل مع كامل جفال في الجزائر كما تعلمون نولي عناية خاصة واهمية خاصة للجارة تونس كل ما يجري في تونس اهمنا كجزائريين ونتمنى ان هذا التبادل الاقتصادي الذي ننشده جميعا في هذه المنطقة سيرجع بالفائدة على بلدان المغرب العربي واذا اقتضى الامر على الاقل على الجزائر وتونس في المرحلة الاخيرة من جهته اكد وزير الفلاحة تونسي على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة تونسية ازاء التعاون والتبادل الاقتصادي بين الطرفين على كل الاصعد خاصة في القطاع الفلاحي احنا اليوم في لقاث نائم مع سيد وزير الفلاحة الجزائري باش نشوف افاق تعاون بين القطاع الفلاحي في تونس والقطاع الفلاحي في تونس الحمد لله معناها السياسة في البلدين تعطي اهمية كبيرة للقطاع الاستراتيجي لانه يهم قوة الناس يهم احنا في تونس نسميها قفة المواطن احنا نحب نولي سوق واحد يعني اي منتج يولي عنده امكانية ان يسوق الانتاج متاعه سواء في تونس وإلا في الجزائر لانه احنا نطمح انه اذا كان في الاتحاد المغرب العربي ما وصلناش باش نحقق هذا على الاقل على المستثنائي ان شاء الله نوصل الحق وفي ظل التزايد الذي يتشهده اسعار الحبوب الجافة في الاسواق الجزائرية حيث تعد هذه المادة من الاساسيات لدى الاسرة الجزائرية خاصة في فصل الشتاء ورقى في تقرير وردة اقشيش تعد البوقوليات والحبوب الجافة المصدر الرئيسي والاساسي لغذاء المواطن الجزائري خاصة في فصل الشتاء الى ان هذه المادة علفت في الاوينة الاخيرة ارتفاعا قياسيا حيث وصل سعر الكيروغرام الواحد من الفصولياء الجافة الى 300 دينار جزائري صحيح ان البقول الجافة في الشتاء يقبل عليها الطلب ولكن اعتقد ان الاسعار انتحها على الاقل مادتين اساسيتين اللي هما العدس والروزرهم في الحدود المعقولة يتراوحوما بين 120 الى 160 دينار هناك مادتين اساسيتين اللي هما الحمص واللوبيا اللوبيا اللي اولا كان هناك للاسف تراجع في انخفاض في استيراد هذه المادة نظرا لارتفاعها في السوق الدولية وارجع الناطق الرسمي لاتحاد العام للتجار والحرفيين الطاهر بنوار الى ان نظاف الانتاج وكثات الطلب من عوامل زيادة الاسعار بالنسبة للحبوب الجافة معلوم ان معظمها مستورد سواء الارز اللي راه في حدود 80 دينار سواء الحمص اللي راه في حدود 140 دينار سواء اللوبيا طبعا اللي راه هي 320 و330 دينار هذه مواد مستوردة مادة مستوردة اذا هرح تتأثر بالسوق العالمية و2013 عرفت ارتفاع متفاوت في اسعار المواد الغذائية عامة والحبوب الجافة خاصة اذا العامل الاول هو الاضطرابات او الارتفاعات على مستوى السوق العالمية العامل الثاني ان هذا الارتفاع مظهرش في الصيف وانما مع اكتوبر نوفمبر ديسمبر وهذا مفهوم لانه يتناسب مع زيادة الطلب على هذه المواد وبين اخذ ورد واتهامات متبادلة بين التجار يبقى المواطن البسيط هو دائما من يتجرع مرارة النفقة والغلاء الذي كثيرا ما انهاك جيبه شهدت اذا اسعار البقوليات وعلى رأسها الفصولية للبيضاء ارتفاعا جنونيا في الاسعار ما اثار ضجة كبيرة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت متنفسة لتعبير عن استياء المواطن من هذا الارتفاع الملحوظ ورقى في الموضوع لفهم بن سعيد مواقع التواصل الاجتماعي بوابة الجزائريين للتعبير عن واقعهم تكثر المواضيع وتتعدد التعليقات ويبقى الواقع واحد فصل الشتاء جاء بمواضيعه هذه السنة ولعل اللوبيا سيدة المواضيع والتعليقات السخرة التي تفنن الناشطون على الفيسبوك طرحها بعدما بلغ سعرها 320 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد هذا الارتفاع في سعر الفصولياء البيضاء اثار استياء واستنكار الفيسبوكيين من جشع التجار الذي حرم حتى الفقراء من طبقهم المفضل في فصل الشتاء وتلقى هذه التعليقات تعجبا كبيرا من قبل المستخدمي الفيسبوك الذين يتناقلونها يوميا لكونها تعكس وضعية